للمتابعة ينضم إلينا من واشنطن مراسل الغد سهيل الشاعر سهيل إذن هذه الحركة الاحتجاجية منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام أعلنت اعتقال أكثر من 300 شخص على يد الجهات الأمنية أمن الكونغرس ماذا في التفاصيل لديك؟ نعم قامت قوات الأمن التابعة لكونغرس الأمريكي باعتقال ما يزيد على 300 شخص من الذين شاركوا في الاعتصام داخل القاعة المستديرة أو التي يطلقون عليها الروتندا هنا في الولايات المتحدة هذه القاعة المستديرة هي التي تقع تماما تحت قبة الكونغرس الأمريكي وبالفعل تمكن المئات من أعضاء حركة الصوت اليهودي من أجل السلام من الوصول إلى هذه القاعة والاعتصام هناك للمطالبة بوقف تسليح إسرائيل والعمل على إنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ ما يقارب عشرة أشهر الآن ولكن بمجرد ما بدأت الاعتصامات قامت قوات الأمن المنوطة بحماية الكابيتل بمحاولة فض هذا الاعتصام وقامت بالفعل باعتقال ما يزيد على 300 شخص تجد الإشارة إلى أن هذه الاعتصامات جاءت في هذا التوقيت تحديدا لتسبق الخطاب الذي سوف يلقيه بنيمي نتنياهو يوم غدا أمام مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة المشتركة الساعة الثانية بعد ظهر غدا الأربعاء بالتوقيت المحلي طبعا وكانت هذه رسالة متعمدة لأعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يصرون على دعم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وكانوا يريدون إيصال صوت أن هذا لم يعد مقبولا ويجب وقف هذه الحرب فورا نعم سهيل أتابع معك مجموعة من التصريحات للسينتر الديمقراطي جيف ميركلي وأيضا كيرس فان هولين ولكن بعد أن أصوضح منك عن العاج الذي نبثه الآن عبر شاشتنا رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي نتنياهو إضافة لحكومته فشلا في تطوير استراتيجية للخروج من غزة أين كانت هذه التصريحات في أي سياق نعم هذه التصريحات جاءت في إطار تصريحات أدل بها للإعلاميين والصحفيين المحيطين بمقر الكونغرس الأمريكي وقال لهم أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي نتنياهو والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة لم يكن لديها منذ اليوم الأول استراتيجية لإنهاء هذه الحرب كانوا يريدون استمرار هذه الحرب إلى مال النهاية لأنه ليس لديهم استراتيجية للخروج من هذه الحرب لأنه بمجرد انتهاء هذه الحرب حسب ما يرى المراقبون فإن الأمور سوف تعود في قطاع غزة إلى سابق عهدها وسوف تعود السيطرة لحركة حماس على مختلف المناطق وبالتالي لن يكون هناك أي إنجاز على الأرض وبالتالي الخيار الوحيد المتاح أمام الإسرائيليين الآن هو البقاء في حالة الحرب وبالتالي هذه ليست خطة قابلة للإستمرارية وقابلة للدعم أيضا وهذا كان مصدر انتقاد كبير من عدد كبير من أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين أيضا تحدثوا عن رغبة الرئيس الوزراء الإسرائيلي بتحقيق مكاسب سياسية لخصومه السياسيين في الداخل الإسرائيلي من خلال خطابه أمام الكونغرس الأمريكي والحصول على حفاوة الاستقبال والتصفيق المستمر وكل هذه الصور التي يرغب أن تبث للمشاهد الإسرائيلي هناك ليرى أن هناك من يتعامل وهو بحفاوة واحترام في العالم ولكن الكثير من أعضاء الكونغرس الأمريكي يتحدثون عن رغبتهم بمقاطعة هذه الكلمة لأنهم لا يريدون أن يكونوا ضمن أداة تسويق لنتنياهو في الداخل الإسرائيلي إذن هناك مقاطعة على ما يبدو كما تشير وكما تشير أيضا وسائل الإعلام أمريكية لخطاب نتنياهو المرتقب في الكونغرس ماذا عن موقف كمال هاريس من هذا الخطاب وهي المرشحة الديمقراطية في هذه الانتخابات وهل من تفاصيل أيضا متعلقة بنتنياهو والترامب واللقاء الذي سيجمعهما يوم الجمعة المقبل حاسم أود أن أشير أولا إلى أن معظم الأصوات التي قالت أنها سوف تقاطع هذا الخطاب هي من الحزب الديمقراطي كمال هاريس بصفتها كنائبة للرئيس الأمريكي كان من المفترض أن تتزعم الوفد الذي سوف يحضر من مجلس الشيوخ للجلسة المشتركة فهي تعتبر بمنصبها كنائبة رئيسية رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي وبأن هذه الجلسة مشتركة يجب أن تكون حاضرة لكنها قررت التغيب عن هذه الجلسة وجعل ساعدتها تحضر بالإنابة عنها وهما أثار انتقاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون حيث انتقد بشدة موقف كمال هاريس ومقاطعات كمال هاريس لخطاب نتنياهو الأمر الذي يعكس عدم وجود وحدة صف في الداخل الأمريكي وفي الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بموقف هذه الإدارة من حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة هذا فيما يتعلق بالخطاب فيما يتعلق باللقاءات التي سوف يعقدها نتنياهو باتت الصورة الآن أكثر وضوحا حازم سوف يلتقي يوم الخميس سوف يلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن في المكتب البيضوي داخل البيت الأبيض وفي اليوم التالي هو يوم الجمعة سوف يسغادر إلى مارلاغو بولاية فلوريدا للقاء دونالد ترامب هناك إجراء مبحثات معه سيكون لقاء تصالحي يعبر فيه نتنياهو عن تمنياته لترامب بالفوز وعودت المياه إلى مجاريها كما كانت علي الحال خلال فترة حكم ترامب أشكرك جزيل الشكر سنبقى معك تابعا سوف ينشاعر ورسل غدك أنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك